البشوشين السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد وفي حكاية جديدة وحكايتنا اليوم على باب علي والخاتم العجيب وقبل ما نقول لكم حكايتي خلوني نخوي عليكم خنيشتي ونقول لكم شكرا بزاف على الدعم للمشروط للفيديوهات دينا كاملين ايوا وادوا كل الناس الذين يأتيوا يتفرجوا في الفيديو ويزيدوا في حالاتهم لا يجعلوا لايك، لا يجعلوا تعليق، لا يبارضج أريد أن أقول لكم الله يهديكم علينا رغم لا تخسر حتى شيئا إلى زيتي هذا الصبع ووركتي عليه وانتدرتي لايك للفيديو وإذا تريد أن تكون من البشوشين في هذه القناة ستجعلوا واحد تعليق وتبرتجي مع الأصدقاء والعائلة ديالك ايوا بلا ما نوصيكم في هذا الفيديو أشي نخصكم تديروا ولكن لا بد من فكركم أنكم قبل ما تفرجوا في الفيديوهات دينا تكبروا الشاشة واطلقوا لبشاشة وتحيدوا على يديك الغباشة وتعطيوني ودنيكم وتبقاوا معايا حتى النهايات الفيديو وما تنسوش خوتنا أصحاب الأرض بالدعاء بسم الله نبدأ بها كلامي والصلاة والسلام على رسول الله نعلي بها مقامي كان يا مكان يا سدايا كرام في سالفي العصري والأوان وكان حتى كان حتكر الحباق السوسان في حجر النبي العدنان وحتى كان العماي خيط الكتان والزحاف ينقذ الحيطان وكما تجيب الخبار ما بين الجيران وحتى كانت للاستوت المتوت الله يرحمها يمتموت تدوز من عين البرة وتقول واسعة عليها وتدوز من عين المخيط وتقول ضيق عليها وحتى كانت الطاق والترطلق والبرد المشحر على الأوراق نشربه أنا و هذا الرفاق يحكى انه في قادم الزمان كان في قرية بعيدة واحد الفلاح فقير وعلى قد حاله وكان اسمته باباعلي باباعلي كانت عنده واحد الأرض على قد حال كيف يفلحها يحصدها ويدرسها ويجنوده كثيرا والنهاره مطل مسكين وهو مخشيف هذه الأرض ومرة مرة المرة دياله لليجة كانت تجي تعاونه شيئا مرة مرة تأخذ قليل الصوف وكتقده ويجعل السوق تبيعه وذلك الشيء الذي تجيبه تعاون بيع للدار ولكن يا سادة يا كرام بالرغم من هذه التمارة كاملة التي يضربها باباعلي ومن الخدمات التي يخدمها في الأرض وذلك الشيء الذي تجيب لليجة إلا أن الحياة كانت مضيقة معهم شيئا وكان الفقر مصاحب معهم ولم يريد أن يتفارق معهم وذلك الشيء كامل الذي يصور مسكين لم يكن كافيه حتى يأكل ويشرب وفي يوم الأيام يا سادة يا كرام باباعلي بحال كل نهار هذه العتلة والفاس والذي الذي سيخصه وشط طريق الأرض لليجة في اللحظ وهو سيخمم ويفكر كيف سيزيد الرزق ويكتر الحلال ويتكاتر وهو سيطلق مع واحد المرة كبيرة في العمر ويبليها باباعلي مسكين في الطريق الجسد حاضر ولكن المخ لم يكن شهنه ومن كثرة ما هو سارح وهز الهم ويخمم المرأة قالت لي السلام عليكم ما رضها شيئا لها من اللي شافته الهوكاك هي تمشيل عنده وشافت فيه وشافها وقالت لي السلام عليكم أسيدي قال لي هباباعلي وعليكم السلام وهي تقول لي ملك غادي وكتخمم وهز الهم فاش كتفكر قال لي هاودي راح ما كين ما نقول ليك الوقت راح مزيرا معي اشي شوية وذلك الشي اللي كندخله من الارض وذلك الشي اللي كندخله المرأة ديالي راح ما كافي نجحته باش نناكله ونشربه ورحل قتيني سارح كنفكر وكنخمم كيفاش غادي ندير باش نوسع شوية الرزق ديالي هاديك المرأة باللي اسمعت الكلام ديالو قال لي هاودي عندي لك واحد الحل الى درتيه ان شاء الله غادي تسر امورك وغتولي لاباس عليك والخير غادي تدفق عليك من كل مكان وهو يقول له بابا علي كيفاش قال لي هاودي انت بنتي لي واحد الرجل مزيان ذلك شي علاش حتى انا غادي نتعاون معك قال لي غادي تشدها الطريق هذه اللغابة وغتوصل حتى البلاسة الفلان فلانية وغتلقى واحد شجرة كبيرة كينة وسط من اللغابة ومن اللي غادي توصل لهذه الشجرة غادي تجبت الشاقور ديالك وغادي تقطعها وبمجرد ما تقطع هذه الشجرة غادي يفيد عليك الخير بابا علي استغرب شوية من الكلام لها المرة من اللي ازرسوا بشي يقول المرة لماذا يحتاجين قطعات الشجرة هذه عاد بشي جيني الخير كي يتلاف تعلمين عن ليسر ما تلقش هذه المرة وما تلقش لها الاثار وكأن الأرض تفتحت وبلعاتها بابا علي من اللي شف هذه المرة ختافت تخلع شي شوية ولكن قال مع راسه مئة في المئة هاد المرة اللي تلقات معي ره واحدة من الجين اذا الكلام اللي قلت لي سيكون صحيح لماذا لان الجين هم اللي يعرفون الاماكن الكنز فين كينة بابا علي ما كانش من العاكزين ارجع للدار ديالو وهو الشاقور وشتري كل غابة من اللي وصل لبلاسة اللي اعطيت لي يقلب هنا وهنا حتى تلقى هذيك الشجرة من اللي وصل حدى هذيك الشجرة قفض كمامه وجبد الشاقور وبدأت يقطع بدأ يضرب الشاقور كيضرب كيضرب الشجرة كانت كبيرة بزاف وعريضة بزاف ما سهلش انه يقطع هذ غيه وكل مرة كيضرب شي شوية وكيستلاح حتدت منه بزاف ديالوقت وبزاف ديالجهد ومن كترة الضرب والجهد اللي كان يضرب بها هذيك الشجرة واحد العش كان فوق منها طح الأرض وكانت فيه واحد البيضة باب علي من اللي يشوف هذيك الشجح من الأرض وفي ذيك البيضة بغيه يعتق ذيك البيضة ولكن كان تكركب الشوية بشوية حتدرب هاته واحد لاسخرة ويتحلع من اللي تحلت البيضة يا سادا هكيرام غادي خرج من وسط منها واحد نسر كم ماذا نهو باب علي من اللي يشف داك النسر بدك الحجم خرج من ذيك البيضة الصغيرة تخلع ومع الفراسه ونحتبت لها هذا النصر من الذي رأى بابا علي تخلع ورجع للور وهو يقول له عليك لا مان من قربك من أذك بابا علي مسكين هو يقول له وهو مخلوع شكنت وهو يقول له هذا النصر قبل ما نقول لك شكن أنا خليني نقول لك شكرا بزاف على أنك عتقتيني من هذا السجن الذي أنا فيه لأنه لو لنت اللي جيت عتقتيني من هذه البيضة كنت قد نبقى فيها واحد المدة ضويلة بابا علي هو يقول لي كيفاش قال لي هاودي في العالم الجن تاهموني واحد تهمة وأنا بريء منها وعيت من برأ راسي ونقول لي مرأة بريء من هذه التهمة التي تاهمتوني بها حتى واحد ما بغي يصدقني وحكموا عليها باش نبقى سبع سنين في هذا البيضة هذه والوحيدة اللي كانت مصدقاني وعارفة بأنني أنا بريء من هذه التهمة هذه هي مرأة الملك الجان للوكشتا ومية في المية هي اللي غتكون قاتلك هذا السر هذا بابا علي هو يقول لي الصراحة أنا تلقيت واحدة المرأة الكبيرة وهي اللي قتل عليه على هاد السر هذا وهي يقول لي سيبقى سر bah 100% سستهبقى٣تها ويقول لي بابا علي هم يمكن قتال حاليا ها هاي انتrows اللي غ車 وهي يقول لي الصل اي ستقدح زي حالك وهي يقول لي انفض شر بك salميا والتي قبل أن تقدم ما ستقدت قبح لانيني نعطىك واحد المكافأة وهي يحول في واحدة سر صغيرة ووسط منها واحد الخاتم وهي يقول ليا له هذا الخاتم هذا اسمته الخاتم العجيب وهذا الخاتم هذا اللي سيحقق لك الأمنية و سيقول لغاني و لباسها لك. ولكن هذا الخاتم ممكن انك تطلب منه غير مرة واحدة و ليس يجوش. و النصيحة لي لا تطلب حتى شي حاجة دابة حتى تمشي لدارك و تشاور مع المرأة وتختار واحد الأمنية اللي فعلا تغنيك قبل ما تندم على الأمنية التي ستقول. حيث بمجرد ما سيحقق لك الأمنية سيرجع و سيقول لك خاتم بحاله بحال أي خاتم عادي. بابا علي اخذ هذا الخاتم العجيب و اشكر هذا النصر على هذه الهدية التي يعطيها. و من اللي يريد أن يسلم عليه كي يمشي في حالاته كي يتلاف تعليم منه عن الليسر لا يلقى لا نسر ولا اتشي حاجه. بابا علي شد هذه السرات التي فعل الخاتم و اجمع العدة و شد طريقه كي يمشي للدار. بابا علي وهو سيرجع للدار وهو يقول مع راسو خليني ندوز للسوق الول و نمشي عندها بائع المجوهرات و نسوله على القيمة للخاتم هذا لكي نعرف تقريبا ما سيكون ساوي. ذلك الشيء الذي كان قبل ما يمشي للدار منشل السوق و اول بائع المجوهرات دخل عنده. السلام عليكم و اعليكم السلام. اشنو حب الخاطر. قل لي هاو دي راح ندو خاتم هذا و نعرف القيمة له و اعليكم الهاتف في ذلك. هذا الدهيبي يوضح هذا الخاتم و يتنبج يقول له و يقول بابا علي خاتم عادي في حلقة الخاتم التي ينزل هنا. بابا علي لم اعجبته هذا الهضره في و يقول له اسم محمد هذا الخاتم هو الخاتم العجيب. و التمن هو كان يسوي الخاتم له و كائس من ذلك. وهذا الذي اعطيه لي هو الذي يعرف القيمة له. بائع المجوهرات من الذي يسمع هذا الهضرات من عند بابا علي قال هذا الخاتم هذا تستطيع أن تكون فيه شيء عادية وخاصة من الذي يسمعه قال لي هذا هو الخاتم العجيب محقق الأمنيات وهو يقول لبابا علي يسمح لي رواقي لأنا مع عرش القيمة لهذا الخاتم ولكن بعدها قلس ريح واحد شوية نشرب واحد الكاز ديرتي ونجيبه في الكلام ومن بعدها ظروف هذا الخاتم بابا علي كان عيان بالطريق الذي يضرب من الغابع تلتمه قلس مع رساته عمر لي واحد البرد ديرتي شربوه بقاوك يهضر مع بعضياتهم واحد شوية يقول لي هذا البيع وشتريه دير الدهب قال لي والله ما غادي ترجع للدار ديالك اليوم غتبقى معايا حتى التعشي معايا وتبقى عندي اغدعت تمشي في حالاتك بابا علي قال لي اللا را خليت المركات قال لي والو غتبقى معايا انت اليوم في ضيافتي مرحبا بك وهذا نهار كبير اللي غادي جي تبقى عندي في الدار بابا علي باللي شاف العشيات عاشات واللي اللي بدك يطيح وهذا السيد كيلح عليه باش يبقى عنده قال لي ماشي مشكل انا غنبقى معاك هذا الليلة هذي وغضى ان شاء الله نشطريقي للدار ديالي ذاك الشي اللي كان يا سادا يا كرام بابا علي مشمع بائع المجوهرات للدار دياله وبيني وبينكم ذاك الدهيبي تالالي في بابا علي حط لي واحد العشفاء على تارك وملي كمله عشاء شربوا عليه واحد البرد ديالتي عاد مشي ناس في حالاتهم ولكن سبحان الله العظيم بعض الناس ما فيهم امان واذا شتي كان معك بواحد الوجهه ودغيط دغيط دقلب الواحد الوجهه اخر خصت علي عندك البولة الحمرة بابا علي من اللي مشي ناس في البلاسة دياله هذيك الدهيبي تصناح تده النعاس ومشاك يتسلت بشوية 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 ووزلي هذيك السراء واخدالي منها هذيك الخاتم ومشاك يجري رجع لمحل دياله وقلب على واحد الخاتم اللي يكون كيشباه بزاف لهذيك الخاتم وزاد فيه شي تحسينات احتوي لك يشباه له تماما بحال اللي هو وشد الخاتم العجيب الحقيقي وداره الشكرة دياله وشد هذيك الخاتم المزور واخشاف هذيك السراء ورجح للدار دياله ومشاك يتسلت عوتاني بشوية 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 وحط هذيك السراء في البلاسة ديالها فين كانت من اللي يصبح الصباح بباعلي من اللي فاق كيتملس هذه السراء دياله كيلقاها بقى في البلاسة قال الحمد لله ما تسرقت له فطر هو وبدك بائع المجوهرات وشكره على حسن الضيافة دياله وشطر يقلد دياله بائع المجوهرات بباعلي خرج من هنا وهو خرج من هنا ومشل محل دياله من اللي مشل محل دياله طرق عليه من الداخل من اللي يشد هذيك الخاتم بقى كيشوف فيه وهو يطلب واحد الأمنية والأمنية اللي يطلبها هي ينزل عليه الفلوس والصفائح ديال الدهب وما هي إلا لحظات يا سديك يا رام وينزل الفلوس والصفائح ديال الدهب على دك بائع المجوهرات وما جافين يكمل الأمنية دياله احتكل المحل دياله عامر بالفلوس وبالصفائح ديال الدهب وهكذا الخاتم العجيب حقق الأمنية الوحيدة اللي كانت عندوه ولكن مشل بباعلي وإنما البائع المجوهرات وضاعت الأمنية الوحيدة ديال الخاتم العجيب ديال باباعلي وضاعوا الأمنية دياله والأحلام دياله وأما التاجر ديال المجوهرات وإلا واحد من الأغنياء موسيقى وأما باباعلي مسكين من اللي وصل إلى الدار دياله والقال المرأة دياله كانت تسنى فيه ومخلو عاليه قالت لي فين تعطلتها التعطيلة وفين بتي البارح قال لي ودي خلينا ندخل إلى الدار ونشرح لك رأي جايب لك معي غير خبار الخير من اللي يدخلوا للدار باباعلي شرح للمرأة دياله وعود لها القصة دياله مع المرأة الكبيرة ومع النسر ومع بائع المجوهرات لالليجة بللي سمعت أن باباعلي جايب معه الخاتم العجيب لك يحقق الأمنيات فرحات ومقدتها فرحة وقالت الحمد لله أخيرا ربي سيغنينا ونخرج من هذا الفقر هذا ومن المحين دياله وهي تقول لباباعلي ايو طلب الأمنية ديالك باش يغنينا الله تبارك وتعالى باباعلي قال لي ودي شوفي هذا النسر اللي اعطاني هذا الخاتم هذا قال لي ودي ما تزربش في الأمنية ديالك لأنه عندنا الحق غير في أمنية واحدة ذلك شي علاش خلينا نتسنو شوية ونفكرهم زيان في الطلب اللي غدي نطلبه لن ندموش إلا طلبنا شي طالب اللي مكان شو هاداك لأنه يجب سعفاته في الرأي دياله وقالت لي عندك الحق خلينا نتسنو شوية ونفكره عاد نطلبه الطلب ديالنا الغدلي في الصباح لأنه يجب صبحت واقفة على باباعلي قال لي كمكين بسببت الناس قال لي صافي ده برا فكرنا خصنا نطلبه الطلب ديالنا قال لي قلت لي غالبا خصنا نتسنو شوية عاد نطلبه الطلب ديالنا قال لي هي ولا كرة مني مشيت الناس بقيت كان نفكر مع رأستي وعرفت ما هو الطلب ديالي ذاك شوى لاش قصنا نطلبه ديال باش نتوكله على الله قال لي ما هو الطلب ديال قلت لي رأي بغينا هذة الارض هذي اوليفها بزاف ديال المحصول ويكتر علينا الخير ان شاء الله ونبيعوه وندخروه شوية ديال الفلوس باباعلي قال لي هذي بغيت نكبر المحصول ديالنا رأي نقدر نحرطوه نزرعو هذة الارض جوج مرة في العام مرة نديرو حاجة ومرة نديرو حاجة اخرى وهكذا سيكون المحصول ديالنا كثير ونزيدو شوية ديال الرزق ما كنش علاش نضيعو هذة الامنية هذي في واحد الحاجة اللي نقدر نديروها ذاك شيلي كان لالي جاء عاوتاني سعفة باباعلي فرري دياله وفي العود ما يزرعو الارض ديالهم بواحد الحاجة ويبقوا تسنة وفايل عام كامل زرعو وحرتو الارض ديالهم جوج مرات وكل مرة دارو حاجة وما جافين يدور العام احتلقوا المحصول الزراعي ديالهم الضاعف اللي بزاف ديال المرات ودخلوا واحد شوية ديال الفلوس وبشتل امور ديالهم بخير على خير وهذاك الرزق اللي يدخلوا شرابوا في واحد الارض خوراة واشرابوا في بعض الحيوانات بحل الدجاج والحمام والبطلوس من بعد واحد المدة جاءت لاللي يشجع عند باباعلي وقالت لي ايو داباها رخصنا واحد الكوري كبير اللي سنضعو في هذه الحيوانات اللي عندنا ومن كرهوش لدينا بعض البقر وحواله ذكش علاج جبادة ذك الخاتم وطلبها الطالب هذا باش يعطيناها وهو يقول لها باباعلي ما كانش علاج نضيع الأمنية الوحيدة على واحد جوج بقرات واحد جوج بهيمات الحمد لله الأرض ديالنا كبرات والمحصول ديالنا كبر وهذه الحيوانات اللي عندنا هشوية البيض ديالجاج وديالوز نشده هذك شي ونبيعوه وبشوية بشوية من هنا نجمع نشوية الفلوس ونشرب بها بقرات ونشرب بها شي خريفات اي واعو تاني للي جاء باباعلي ما خلاليها في انتظر وشافت بأن الكلام دياله معقول وعنده الصح وذلك الشي اللي كان يا سادا يا كرام العام الثاني المحصول الزراعي ديالهم تبارك الله كان كثير وذلك الحيوانات اللي كانوا عندهم في الدار تزادوا تكاتروا وذلك الخير اللي كانوا يجيبوا منهم يديوه ويبيعوه وذلك الفلوس اللي ياخدوه يشدوهم ويخزنوه ومجافين يدور العام تبارك الله تلقوا عندهم بزاف ديال الدواجين وعندهم واحد الرزيق خازنينه خذوه هذوك الفلوس شاروا منهم واحد جوج بقيرات واحد جوج نعجات واحد اللي حول يفحل اختاروا واحد اللي كانت في الأرض ديالهم وبنوا فيه واحد الكوري وداروا فيه دوك الحيوانات كاملين تمكينه وعام على عام الخير ديالهم سيكبر ويكتر والله تبارك وتعالى جعل لهم البراكة فهذا الرزق ديالهم ودازة السنين والأعوام وباب علي ولا اللي جاء ما عمرهم استعملوا هذا الخاتم ولا طلبوا هذا الطلب الوحيد اللي عندهم ولكن في نفس الوقت بقوا يخدموا بالجد ويكبروا في التجارة ديالهم ويكبروا في الخير ديالهم احتولوا من التجار الكبار في هذه القرية وفاض عليهم الله تبارك وتعالى بالخير ديالهم من كل مكان واحتولوا الناس يضربوا بهم المثال في الصبر وفي المتابرة بشتليام ويجتليام يا سادة يا كرام باب علي ولا اللي جاء كبروا وصحق لالت والخير ديالهم والرزق ديالهم تبارك الله كيف تنقولوا ما يتعد ما يتحسن وباقين حتى لذلك الوقت ومعمرهم طلبوا هذه الأمنية الوحيدة اللي كنا في الخاتم العجيب محقق الأمنيات واحد النهار لاللي جاء هي تجيل عند باب علي وقالت لي عشن باقي كنت سناو احنا كبرنا وشرفنا وهرمنا وباقي مطلبنا هذا الطلب ديالنا من ذلك الخاتم العجيب وكنضن انه جاء الوقت باش نطلبوا الأمنية ديالنا اللي غدي حقق لنا الخاتم العجيب باب علي ولأول مرة غدي ساعف مرتو لاللي جاء وغدي يقول لها عندك الحق احنا ذا بكبرنا وشرفنا والعظم رشاء والحمد لله ربي كرمنا من واسع أبوابه ما بقاش عندنا علش نضربوها التمارة ونكدو نجدو باش نجيبو فلوس ونحن الحمد لله عدنا اللي تمو ما يتحرك ولكن غير صبري عليا شوي ان شاء الله غير هذا العام هذا وكان واعدك انه غدي يكون اخر عام غدي نقول لك فيه خلي حتى المرة أخرى وسبحان الله العديم هادك العام بالدات غدي يجي الجفاف والمجاعة والناس دي القرية ديال باب علي ملقوا لما يأكلوا ولا يشربوا واحتمل الفلاحة ملقوا وما يزرعوا ولا ما يحصدوا ولا الفقر والمجاعة مخيم على كل دار والوحيد اللي كان عنده الخير والرزق بكثرة هو باب علي وهنا يا سادة يا كرام سنعرفوا المعذر الحقيقي ديال باب علي مشات ليام وجات ليام والناس ديال باب علي كي تقطعوا طرف بطرف والجوع والكحت والنحط كي يأكل في الناس ديال القرية كما كتاكل الدودة الورق ديال الشجرة باب علي هو يعيط للليجا وقال لها ودي قال الاوان اننا نستعملوا هذا الخاتم ونطلبوا الأمنية الوحيدة اللي عندنا ولكن الأمنية اللي خصنا نطلبه ما خصنا نطلبها لنحنا وإنما الناس ديال القبيلة ونطلبوا الله تبارك وتعالى تنزل علينا الشجرة وينزل علينا الخير ويرجع الأمن والأمان لهذه البلاد والناس تاكل وتشرب وكل شي يعيش بيخيروا على خير وأما أنا وياك الحمد لله خيرنا كثير وكافي نحتنا موتو وغد يبقى من ورانا فما كنش علاش نكونوا آنانيين ونستعملوا هذا الطراب الصالحنا والناس في القرية كيتقطعوا طرف بطرف حتى كانت بنت الناس ومعدنها آصيل وقالت لي أنا متفقى معك بابا علي ما بد هذا الخاتم وتمنى الأمنية لكي البلاد تنزل فيها الشجرة ويكتر فيها الخير والناس ديالها يأكلوا ويشربوا ويعيشوا بخير والأخير وقلس كيتسنهوا المرأة لكي الأمنية تحقق كيتسنهو 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 ولكن الأمنية ديالهم ما تحققش للي جاء قلت لبابا علي أشنو هذا الشي هذا يكما هذا الشي كامل هذا اللي عودت لنا وهذا الشي كامل اللي اعطاك النصر وهذه المرأة الكبيرة كله كان غاكدوب فكدوب وكنتي كتحلم وجديه هذا الخاتم هذا بابا علي قال لي يا بنت الناس الله يهديك هذا الشي اللي كنقول ليك حقيقي وهذا الخاتم هذا هو الخاتم العجيب محقق لأمنيات وهي تقول لي للي جاء وعلش ما حققشنا هذه الأمنية اللي طلبناها منه والحمد لله اللي دابا واللينا بخيرنا وبرزقنا ما كن طلبناه الطلب هذا من اللي كان ما عندنا ما نكسابه كل ما قلت شي حاجة بابا علي استغرب شوية من هذا الأمر هذا وبقاك يقول مع راسو زعم هذا الشي كامل اللي شاف كان حقيقة ومشي كذوب وما كنش علاش هذا الخاتم هذا ما يحققش له الأمنية اللي طلبها منه وبقاك يخمم ويفكر ويفكر ويفكرها في راسو وهو يتفكر بائع المجوهرات اللي كانت دالي الخاتم وهو يقول هداه مئة في المئة هادك بائع المجوهرات غادي يكون هزلي الخاتم الأصلي وحط لي خاتم خور في بلاسته ما كانش من العاكزين ومشك يقلب على هذه بائع المجوهرات من اللي وصل للسوق كي لقى المحل ديالو ولكن مسدود وهو يسوي الناس اللي كي نمسوق وقال لهم علش هدهي بهذا محلش المحل ديالو وفي نمشى قالوا لهودي هادك السيد اللي كان خدام في هذا المحل هذا بين عشية وضوحاها ولا واحد من كبار الأغنية وبمجرد مجاه ذاك الخير اللي ما عرفناش الأصل ديالو من نينجا سد المحل ديالو وبدك يعيش لحياة ديال البدخ وديال الرفاهية ومشى طلق المرأة ديالو وسمح في الولاد ديالو ولا عطيها غير للصهارات ولا ليالي الملح وبقى على ذاك الحال احتطى في الفلوس ديالو كاملين وما بقى عنده ما يكسب ولا يعلم واحتى ذاك المجوهرات اللي كانوا عنده في المحل باعهم واخسر الفلوس ديالو على ليلة اللو مالي وتقرقي بسطالي ومن بعد ما كان واحد من الأغنياء ولا أفقر الناس على وجه الأرض باعلي فهم بأن ذاك بائع المجوهرات هاد شي كامل هذا اللي يوقع لي من بعد ما احتال عليه وانصب عليه واصرق لي الخاتم ديالو واخد واحد الحاجة اللي هي ماشي ديالو وكيف متي يقول المثل المغريبي في فلوس الحرام كان يمشي في الحرام ارجع للقارية ديالو ومش이죠 عند مرته وعود ليهال الشي كامل اللي هو قاء البائع المجوهرات وقال للمرته انسي الخاتم وانسي الأمنية هذا الشي ما يبقى من نواله لانه بائع المجوهرات هو الال이UCKذ الخاتم وهو اللي استعمل الأمنية ديالو ولكن Jeśli الحمد لله الله تبارك وتعالى بارك لينا في التجارة ديالنا وبارك لينا في الخير ديالنا وبارك لينا في الرزاق ديالنا ونعم علينا بكل ما كانت منه ومحتاجين للخاتم ولا الأمنيا دياله ذاك شي علاش أنا قررت أن هذا الخير كامل هذا اللي عندنا غادي نتبرعوا منه الناس دي اللي قبيلة اللي ما عنده الفلوس نعطوهم لي واللي عنده شيء أرط بغي يزرعوا بغي حرتها نزرعوها ونحرتوها دي واللي ما عنده البهي نشريوهم لي وأي واحد بغي شيء حاجة نعطيوها دي وأنا متأكد أن هذا الخير هذا اللي عندنا بالبركة دي الله تبارك وتعالى غادي نرجعوها القرية هادي كيف ما كانت وأحسن إن شاء الله ذاك شي اللي كان يا سادة يا كرام ببعلي وللي جا خدوا الرزق ديالهم كامل اللي عندهم وعطوه للناس ديال القرية وأي واحد محتاج شيء حاجة إلا وعطوها لي ورجعت القرية كيف ما كانت والناس رجعت للتجارة ديالها والفلاحة رجعوا للأراضي ديالهم والوليدات صغار والناس الكبار لقوم ما يأكلوا وما يشربوا كيف ما كان قبل وأحسن وهذا شيء كامل بدون ما يتسننوا واحد القطعة ديال الحديد هي اللي غا تعطيهم هذا الخير هذا كامل وفرحوا الناس ديال القرية صغار وكبار بهالتصرف النبيل اللي دلوا ببعلي وللي جا ومن بعد ما دست واحد لمدة يا سادة يا كرام وعم الخير والرزق في هذه القرية والناس فرحانين غادي موت ببعلي وللي جا ولكن بقت الحكاية ديالهم مع الخاتم العجيب كيردوها جيلا بعد جيل وكلما تفكروهم كيدعو لهم بالخير وبالرحمة ومن ذاك النهار داعت حكاية ببعلي والخاتم العجيب حتى وصلتني وعودتها لكم ومشات حكيتي من واد الواد ومقيت هنا مع ولاد الجواد والفائدة اللي قدر نخرج مننا من هذه الحكاية هي أن الإنسان بعض المرات كيعقد الأمل دياله على أشياء لا قيمة لها في الحياة وكيخلي الأهم واللي هو تابت هو الله تبارك وتعالى لأن الله هو اللي كيعطي وهو اللي كيكلح وخصنا نعمله بالأسباب باش نحقه لأمنيات ديالنا وكيف ماشينا في الحكاية ببعلي ما عمره احتاج أنه يستعمل هذا الخاتم ولكن خدم وكد وجد وتوكل على الله تبارك وتعالى وربي سبحانه ما عمره وضيعه وهنا كنوصلون نهاية الحكاية كنتمنا أنها تكون عجباتكم ودابا غادي ندوزو الحجاياتي لهذه الحلقة وقبل ما نقول لكم حجيتي خلينا نجاوبوه على الحجاياتي للحلقة اللي فاتت والجاوب كان هو الورقة وبالزاف منكم جاوبوا جواب صاحح وأما حجيتنا اليوم كتقول حاجيتك ما جيتك على حرف الميم والميم واقفه تابت في بلاستو وما يتحرك إلا لا ضربته والذي عرف الجاوب للحجاية ينزل القسم التعليقات ويجعلنا الجاوب دياله وقبل ما تخرجوا خليوا لايك الفيديو واحد تعليق زوين يكون محالكم وبارتاجي مع العائلة ومع الأصدقاء لأنه بالتفاعل ديالكم وبالبارتاج ديالكم الفيديو ديالنا كيوصل لقع الناس اللي مشتركين في القناة وحتى الناس اللي ما مشتركينش باش يتعرفوا على القناة ديالنا ايوه ما بقى ليها إلا نقول لكم تهلا وليفراسكم ونشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة وفي حجاية جديدة والسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة